موسيقى السلام عليكم واجهة الأخبار من قناة الشروق أهلا بكم واجه رئيس مجلس السيادة بتلبية الاحتياجات العجلة لمستشفى كسلة والمتمثلة في مئة سرير بوام الحقاتها وأضح عضو المجلس حسن شيخ دريس عقب اجتماع المجلس أن التوجيه يأتي استجابة للنداء الذي تضمنته مبادرة سيادلة السودان والخاصة بالحالة الصحية العامة بالولاية والتي وقف عليها خلال زيارته الأخيرة لولاية كسلة كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي عن تعهد أصدقاء السودان بإعفاء الديون الخارجية ووصف البدوي نتائج مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالناجحة وقال في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن موازنة العام 2020 سيمولها أصدقاء السودان وتوقع أن تسهم نتائج زيارته في تعزيز الاقتصاد اطلع عضو مجلس السيادة حسن شيخ دريس على جهود اللجنة العليا لشهداء التاسع والعشرين من يناير ببورت سودان للدفع بالملف في مساراته القانونية ووعد شيخ دريس خلال لقائه وفد اللجنة بتحريك الملف وإكمال الإجراءات القانونية المتصلة به وتحقيق العدالة في جميع ملفات المظالم صدق البرلمان العربي بالإجماع على مشروع قرار برفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب وجاءت المصادقة في مستهل دورة الانعقاد الرابع وأكد رئيس البرلمان خالد مشعل أن القرار بني على حيثيات قانونية وأشار إلى أن العقوبات أضرت بالشعب السوداني أكد رئيس الوزراء متانة العلاقات السودانية الكويتية وأشار خلال لقائه سفير الكويت بالسودان إلى أهمية تضليل عقبات الاستثمارات الكويتية بالسودان وقال السفير أنه نقل رسالة من رئيس وزراء الكويت تضمن الدعم الكويت الدائم لقضايا السودان بحثت وزيرة الخارجية مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية تقديم العون الإنساني للنازحين السودانيين والمساعدة في العودة إلى مناطقهم والإدماج في المجتمع وأقدمت رئيس البعثة شرحا عن المهام التي تؤديها المنظمة بالسودان في مجال دعم النازحين السودانيين واللاجئين مشيرة إلى أن المنظمة تسعى لفتح ثلاثة مكاتب أخرى نهاية المجاز للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشرق دوت نت إلى اللقاء